اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من لحظة سكون هذه الحلقة تحتاج إلى لحظات سكون وتركيز شديد جدا فما يثار في هذه الحلقة وما يطرحه أصدقاؤنا الملحدون عن أن الإسلام ضد العلم وأن المعجزات التي يتحدث عنها علماء الدين في القرآن الكريم تبت بالعلم أنها معجزات كذبة وأنه لا توجد معجزات وأن العلم يضحط القرآن ما جاء في القرآن الكريم والعياذ بالله هذا هو موضوع النهاردة دعوني أولا أرحب بمضيفنا العزيز سيدي الدعاء الإسلامي الحبيب علي الجفري أهلا وسهلا سيدي حياكم الله وبركة فيكم ومرحبا في لحظة سكون فلتسمح لي أن نذهب لنسمع أصدقاء الملحدون ماذا يقولون عن كيف أن القرآن الكريم والإسلام ضد العلم وينافي العلم بسم الله بسم الله فالنذهب إلى التقرير الحوالة للعقل الإسلام أقل منه وكثير نظرات البيك بنك اللي عرفتنا إزاي الكون دا تنشأ العلم بيزيد وكل ما الوقت الزمن بيمر بتكتشي في حاجات أكتر وبتتصدم أكتر في التناقضات دي كل ما العلم بتقدم كل ما بيبين كذبكم الدجل بتاعكم على الناس ولا تعارضوا العلم بالدين حقائق اللي موجودة اللي احنا رصدينها النهاردة بالعلم الحقيقي مش كل القرآن مخالف لي أكتر أكتر شيء أثر فيه وزريط التطور لما عرفت بعد كده أنه مفيش حاجة اسمها آدم مفيش حاجة اسمها هو العلم ما بيقولك شيء أنه هو عرف كل شيء العلم بيتكلم دايماً في البحث وفي الدليل ما عندوش الإيمان بالغيبيات الدين غيبي والدين بيثبت لك حاجات الدين بيقولك إن في حاجات لا يثبت عليها أي دليل العلم دايماً بيجاوب على سئلة الدين طول عمره كان موهمنا سئلة إجابات معينة طالت الإجابات دي كلها غلط مع تطور العلم بنكتشف التضادة بين العلم والدين مراحل تكوين تكوين الإنسان في القرآن كل دا غلط أساساً مطلوب من الدين أن يثبت ما يدعي وأن يدلل على ما يدعي دا اللي مطلوب من الدين أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى في لحظة سكون وعودة إلى سيدي الحبيب علي الجفري سيدي سمعت أراء أصدقائنا وكلامهم الحد حتى بعضهم يعني جارح هو بقول العلم كشف دا جاء لكم بماذا ترد على أولاً؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأول ما خطر بالبال في الرد أنا أقول لهم مرحباً بكم وأهلاً وتفضلوا نفند ونختبر الدعوة لنتأكد أهي حقيقة أم لا نعم فأمامنا ثلاثة أو أربعة دعاوة من خلال هذا التقرير ومن خلال الواقع في الحقيقة الذي يعيشه الشباب الدعوة الأولى الدعوة الأولى هي أن العلم التجريبي المعاصر أثبت خطأ الدين نعم بمعنى أن نتاج التقدم العلمي التجريبي يؤدي باليقين هكذا يرون إلى نفي الدين هذا أول أول ادعاء نعم الادعاء الثاني هو أن هناك نقاط أو مكتشفات علمية وحقائق علمية تصطدم بالكلية مع ثوابت الدين مع القرآن ومع السنة هذا الادعاء الثاني الادعاء الثالث هو أن العلماء الماديين أي علماء العلوم التجريبية برمتهم أو بغالبهم أو بغالبيتهم الساحقة لا يؤمنون بالدين لأن العلم يؤدي إلى عدم الإيمان بالدين دعونا نأخذ الدعاء الثلاثة ما هي الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى العلم التجريبي أثبت خطأ الدين أن العلم التجريبي بالضرورة يثبت خطأ الدين نعم رجعت أبحث في هذه المسألة والفريق عندنا يبحثون فوجدنا التالي يقول بيتر هيغز صاحب جايزة نوبل في علم الفيزياء وهو الرجل الذي اكتشف البوزون بوزون أو جسيم هيغز يعني من أعظم علماء الفيزياء في عصرنا يعني يعلنوها أمام هذا الكلام الذي أوهمه شبابنا قبل قليل ورأيناه في التقرير يقول لست مؤمنا لخلفية العائلية وليس لعدم إمكاني التوفيق بين العلم والدين يقول البروفيسور آلان لايتمان وهو أستاذ فيزياء في معهد MIT طبعا معروف هذا المعهد أو هذه الجامعة من أعظم وأكبر الجامعات المعروفة في العالم هي في الولايات المتحدة هنا يأتي إلى عمق هو أستاذ الفيزياء يقول العلم ليس أي المادي التجريبي العلم ليس هو السبيل الوحيد للمعرفة فهناك أسئلة خارج نطاق العلم أي التجريبي العلم لا يمكنه البرهنة تجريبيا على معنى حياتنا نعم يقول لا يمكنني البرهنة على مبدأي على أن مبدأ العلم حقيقي ما هو مبدأه الذي اعترف أنه عجز عن إثباته قال بأن كل الأشياء والحوادث في العالم المادي محكومة بالقوانين وأن هذه القوانين حقيقة عبر الزمان والمكان هو مبدأ تبنى قال لا أستطيع أن أثبته يقول العلم لا يمكنه معرفة ما الذي خلق الكون أي كيف خلق الكون نعم يقول ليس للعلم ثمت وسيلة ليست للعلم ثمت وسيلة لمعرفة ما إذا كان الله موجودا أم لا يقول رئيس مشروع الجينوم البشر العالمي فرانسيس كولينز يقول ليس لدي مشكلة في التوفيق بين العلم والدين نعم لكن قبل ما أوصل للتفسير أطلع فاصل وارجع حتى لا أقطع التفسير حنخرج فاصل ونعوذ لنفهم ماذا يقصد سيدي الحبيب علي الجفري باستدلاله بأراء هؤلاء العلماء الملحدين أهلا أمسان بحضرتكم مرة أخرى في لحظة سكون وواصل مع سيدي الحبيب علي الجفري سيدي حضرتك استشهدت بمجموعة من العلماء الملحدين على أنه قد لا يرون تعارضا ما بين الدين والعلم الذي أقصده من هذا الاستشهاد والشاهد يعني التفاصيل سمعتموها في الفاصل الأول وما قبل الفاصل الأول في بداية الحلقة لكلام أناس يعدون من أكبر وأعظم علماء المادة في عصرنا في مجالاتهم وهم الذين يصرحون بأنه لا يتوجد صلة بين التقدم العلمي وبين نفي الدين من حيث كون هذا التقدم يثبت نفي الدين أو ينفي الدين هؤلاء الكبار يقولون هذا الكلام وينظرون إلى العلماء في الأحياء مثل دوكنز ريتشارد دوكنز وغيره الذين لقبوا اليوم بالملحدين الجدود ينظرون إليهم كما ينظرون إلى المراهقين فكريا أنت عالم أحياء نستفيد منك في علم الأحياء لكن أن تقفز إلى الفلسفة بدون أهلية وتروج بطريقة أفلام تسجيلية وغيرها للناس كلاما مفاده أنك استطعت بالعلم أن تنفي الدين ثم يأتي شباب هو متضرر من تصرفات المتدينين من تصرفات مجتمعه ليتلقف هذا الكلام ويتوحم أنه كلام علمي هنا تكمن الجريمة ليس الإشكال في أن ريتشارد دوكنز أو غيره ملحدين هؤلاء الذين نقلنا عندهم أيضا من الملحدين الإشكالية الأخلاقية هنا التزوير والتلبيس الذي مارسه دوكنز وأمثاله على الشباب بأنهم قدموا أنفسهم بصفتهم علماء وقدموا كلاما مفاده أن العلم أثبتنا في الدين أثبت الإلحاد هذا يشبه ما كنا ننكره على العجاز العلمي في القرآن من بعض التصرفات المتهورة فإذا نرى أيام ستيفن هوكينغ وريتشارد دوكنز فريق جديد يريد أن يقدم لنا الإعجاز العلمي في الإلحاد يعني المسألة على هذا النحو جاءت ولهذا جاءت بكلام كبار علماء المادة في عصرنا وناس منهم يقولون لا يوجد ما يثبت علميا نفي العقيدة نفي الدين هذا ينقلنا إلى الإدعاء الثالث ثم سنرجع للثاني نعم الإدعاء الثالث كان أنهم يقولون أن غالب العلماء الماديين الغالبية الساحقة منهم ملحدة وبالتالي فالعلم يؤدي إلى الإلحاد تعالوا نختبر هذا الكلام بحسب التقرير أو كتاب اسمه مئة عام من جوائز نوبل جوائز نوبل من أعلى ما يمكن أن يتحدث عنه يقول خمسة وستين بالمئة وأربعة من عشرة من الفائزين بجوائز نوبل من عام ألف وتسعمية وواحد إلى عام ألفين يؤمنون بالدين كم النسبة؟ خمسة وستين بالمئة وأربعة من عشرة نعم ياتي استبيان لمؤسسة اسمها بيو مشتغلة بموضوع العلم والدين تقول أن واحد وخمسين وفق عينات أخذت في أمريكا واحد وخمسين بالمئة من العلماء مؤمنين بإله أو على الأقل بقوة عليا العلماء الماديين واحد واربعين بالمئة لا يؤمنون بوجود إله سبعة بالمئة لا يدرون أو لم يجيبوا عن السؤال إذن عندي على الأقل واحد وخمسين بالمئة ما توصلوا إليه من معلومات لم تحملهم على نفي وجود الإله أجري على ألف سبعمائة من العلماء اختبار شبيه قام به البروفيسور من جامعة رايس في أمريكا يقول ما يقرب من خمسين بالمئة من العلماء متدينون أي إله ودين نعم ثلاثين لا يؤمنون بدين ستة بالمئة ضد الدين أي أنهم تركوا مهماتهم العلمية واشتغلوا كيف يحاربون الدين عشرين بالمئة اعتبروا أنفسهم ملاحدة روحانيين يشعرون بأن هناك شيء ما يعطيهم إحساسا بمقصد وبوصلة أخلاقية هذه وغيرها لا أريد أن أطيل عليك أكثر أمثال هذه الإحصاءات تضحض دعوة أن المجتمع العلمي لا يتفق مع وجود تدين أي أن هناك علماء كبار ما الدين يعتقدون بالدين حتى أن إحصائية أخرى أيضاً أجريت تقول التالي أن ستة وثمانين بالمئة من العينة العينة التي أخذت ستة وثمانين بالمئة من الملحدين الذين فيها كانوا ملحدين من قبل أن يدخلوا مجال العلم نعم ما الفائدة التي نخرج بها من هنا أنه ليس العلم هو السبب الذي أدى إلى إلحاد بأن العلم التجريبي لم يوصلهم إلى الإلحاد هم دخلوا ملحدين فبيدوروا على ما يؤكد إلحادهم هم دخلوا ملحدين فاستمروا ملحدين وستة بالمئة منهم الذين تحولوا من مشغولين بالعلم إلى مشغولين بتوظيف العلم في خدمة الإلحاد أظن هذه النقطة الدعوة سقطت بالكلية نعم بس عندي تعليق صغيرة عليها قبل مطلع فاصل حضرتك بتقول أن هؤلاء ليسوا علماء ويتحدثون بهذه الصورة أو الشكل ليس العلماء في البداية عندما حدثتني عن بعض العلماء مثل هوبين دوكنز لما قلت ليسوا بعلماء قلت هم علماء أحياء مثلا دوكنز عالم أحياء ليسوا متخصصين فيما يقولون وليس متخصص في الفلسفة التي دخلها أنا أغشى من حد من أصدقائنا الملحدين يقول لي هو سيدي الحبيب متخصص في العلم ما هو يناقش في علمهم أبدا أنا لم أناقش في تفاصيل علمهم نعم لما جئت أو ناقش في الجزئيات العلمية استدللت بكبار العلماء الذين تخصصوا في هذا التخصص لو سمعتني في يوم من الأيام أشرح بنفسي رؤية علمية تخصصية في مجال لم أدرسه فلاك الحق لكن عندما يأتي شخص مثل دكتور ريتشارد دوكنز هو عالم أحياء في الأحياء ممكن أتي وأتعلم منه وأتتلمذ عليه إذا أردت أن أدرس الأحياء نعم لكن أن يتتصور الفلسفة وهو سامحوني جاهل في الفلسفة لم يدرس بمعنى أنه لم يرقى إلى أن يكون فيلسوفا وهو يعترف بهذا نعم أكثر من هذا يقفز على أمور الفيزياء التي هو ليس بمتخصص فيها ماذا أبقى لاحترام التخصص؟ بعد الفاصل هنرجع تشوفوا جزء خاص بالجنين والأعتراض صديق ملحد على فكرة أو نفي ما جاء في القرآن حول تكوين الأجنة نلتقي بعد الفاصل أخطاء في القرآن في وصف الجنين في بطن أمه أخطاء كلها أخطاء ألمي مراحل كلها خطاءة بالنسبة للعلم الحديث يعني بالعلم الميكروسكوب أننا بنشوف ونسمع بنشوف بعينينا ونسمع كل شيء دلوقتي يعني الجديد في بطن أمه فإحنا عارفين دلوقتي مراحل تطور الحقيقة مراحل تطور المكتوبة في القرآن مخالفة فأنا عايز أعرف هي ليه مخالفة للإله الخالق الكون ما كانش عنده فكرة عن الحقيقة مراحل تكوين الإنسان نكرت في القرآن وقد خلقنا الإنسان من صلالة الممتين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين إلى آخر الآية يعني كل ده غلق أساساً الآيات اللي بتتكلم عن ما راح تطور الجنين في بطن أمه فخلقنا المضغط عظاماً في كسواتنا العظام الآيات دي بالزات يعني إذا كان فيه تعليق على كلها طبعاً فهدي بالزات أولاً اللي أنا عرفته واللي قريت فيه وده مش مجالي ومش مفروض أن أتكلم فيه مفروض يتكلم فيه عالم فعلاً خلاص؟ وأنا بيقول لأنا قريته إذا اللي قريته بيقول إن العظام زيها زي اللحم هي مجرد نسيج خلاص؟ مش بيتكون الأول وبعد كده اللحم بيتكون بيكسوه لا ده العظام نسيج متكلس بعد تكون اللحم مش قبل تكون اللحم أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى في لحظة سكون سيد الحبيب بعد ما شفنا أراء هؤلاء الشباب وبيرجعون الجملة التي قالت في الأول لا تعارض العلم بالدين هل الرد على إيها لا تعارض الدين بالعلم؟ هي أوهام في الأذهان من أن هناك تعارض بين الدين والعلم التجريبي نصر دائماً أقول تجريبي لا أطلق كلمة العلم لأن الاختلاف الذي بيننا بين النموذج المعرفي الغربي التجريبي الحديث أن مصادر المعرفة أصبحت مقتصرة على العلم التجريبي وهذا حتى في الغرب يوجد من يعارضها اليوم من العلماء المعقول نحن عندنا مصادر المعرفة العلم التجريبي الحس والقواعد العقلية نعم التي توصلنا إلى الإيمان بالغيب القواعد العقلية وبالتالي الخبر المصدر الخبري الذي يأتينا عن الله عز وجل فيما يتعلق بالأسئلة التي يعني طرفها الشباب الخاصة بالجنين والد يعني أنا تعجبت أولاً في الشباب إطلاق بغير تبصر كلها خطأ كلها غلط أين الغلط الذي يتكلمون عنه كلها غلط كلها غلط ثم وجدت أحدهم تكلم عن جزئية محددة وهي قوله تعالى فكسونا العظام لحماً نعم فأخذ من ذلك أن القرآن يعتبر أن العظام يكتمل في خلقه أولاً ثم يكسى باللحم بحثت وأردت أن أفهم المسألة وأخذت بالقواعد التي أؤمن بها لست أحيائياً ولا طبيباً فاتصلت بطبيب متخصص يا دكتور ما قصت فكسونا العظام لحماً وأنهم يقولون أن خلية العظم مع خلية اللحم تنشآن معاً فقال لا المسألة أبعد ما تكون عن هذا الذي يحتجون به من عندنا من ناحية العلمية في الطب قلت له ما الخبر؟ قال الخلية الأولى التي تتشكل منها الخلية أول خلية يتشكل منها العظم التي تترسب فيها الكالسيوم ويجتمع فيها الكالسيوم ثم يبنى ليكون عظماً تخلق قبل الخلية التي يتشكل منها العظل بأيام فهذا مخالف للذي يقولونه قلت له لكن هم يقولون أن تشكيل العظم قال نعم العظمة بتشكيلتها النهائية التي تسمى عظمة بالمعنى القوي هذا لا تكون بالكلية تنتهي قبل العظل قلت لا لا هذا نحن لا نحتاجه لسبب بسيط تعالوا إلى المفهوم العربي القرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية باللغة العربية باللسان العربي المبين باللغة العربية كلمة عظم ما معنى كلمة عظم عند العرب؟ العظم في اللغة العربية غير كلمة عظم بالمصطلح العلمي الموجود هناك اللغة وهناك الاصطلاح في داخل المصطلح العلمي كلمة عظم مقابلها بالانجليزي ماذا؟ بون نعم بينما كلمة عظم في اللغة العربية في غير المصطلح الموجود الذي أحب بس هذه الكلمة العظم عند العرب يطلق على الهيكل ما معنى هيكل؟ يعني في اللغة الإنجليزية بونز سبحان الله هذه آية من آيات الله حتى في اللغة الإنجليزية يوجد شيء يشبه معنى العظم حتى لفظا بونز البونز معناه هو الهيكل الذي يتكون من عظام وغباريف والذي يقام عليه اللحم إذن من الناحية العلمية التجريبية الطبية وضح بشكل جلي أن الخلية المشكلة للعظام تخلق قبل الخلية المشكلة للعظل وأن النسيج العظلي يكسى أو يعني تكسى به يكسى به الهيكل الغضروفي الذي يتحول بعد ذلك إلى عظم ما المشكلة التي بقيت؟ مشكلة اللغة لهذا نحن نقول للشباب رجاءا تعلموا لغتكم العربية أيضا نقول لهم رجاءا قبل أن تطيروا بالإطلاقات كالتي سمعناها قبل قليل لا يجوز كل مخالف حاولوا أن تفهموا حاولوا أن تدرسوا لا تطيروا بمقالة قرأتموها ما احترامي أحترمكم وأحبكم وأحب لكم الخير لكن رجاءا كنوا علميين ما دمتم تتكلمون عن العلم خذوا بالتوثق ليس فيلم تسجيلي يعرضه شخص أو آخر أو مناظرة لم تكتمل أو بحث لم يوثق أو مسألة لم تختبر لغويا تجعلكم تتهورون بهذه الدرجة وتقولوا أن هذه المسألة مخالفة للعلم وهذا الدجل سألته بقية المراحل خلقية المراحل أوضح من الشمس بالضبط هذه هي بل أن مور كيث مور الذي العالم الأحيائي البشري الذي كتبه في الأحياء هي المعتمدة في التدريس ذكر في نسخة في طبعة لبلاد العرب من كتبه هذا من كتابه من سلسلة كتبه فيما يتعلق بخلق الإنسان أن الموجود في القرآن يتفق تماما مع ما هو موجود عندنا علميا لست بصدد أخذ ذلك في الإعجاز العلمي في القرآن لسبب أن أكثر من تكلم في الإعجاز العلمي في القرآن خبطوا خبطة عشواء أنا أؤمن بأن القرآن فيه إعجاز لكن وجهة نظري أن الإعجاز الأكبر الذي في القرآن العلمي الأكبر أنه حث الإنسان على العلم يتفكرون ينظرون فبسبب أن القرآن حث الإنسان على أن ينظر ويتفكر ويتعلم وجعل الأحكام الفقهية والشرعية دافع للتعلم لم يجعل الشهور مثلا شمسية فتحسب نهائيا تنتهي لا قمرية حتى نحتاج إلى نظر في الهلال فندرس في علم الفلك القبلة ليست فقط ثابتة بحسب المكان الذي أنت فيه هي ثابتة بحسب الكعبة فاضطررنا إلى اختراع الاسترلاب فكان العجاز العلمي الذي في القرآن أنه حثنا على التعلم وعلى الأخذ بالعلم وعلى التثبت والتحقق مع وجود ملامح من العجاز العلمي الذي نعانيه اليوم وهو ما أختم به التدشير إلي أن الوقت قد أزف أننا كما كنا نعاني بالأمس من السلوكيات المراهقة لكثيرين ممن تكلموا عن الإعجاز العلمي في القرآن فنحن اليوم أمام سلوكيات أشد مراهقة من الذين يعرضون علينا الإعجاز العلمي في الإلحاد بكرة إن شاء الله ستكون لنا حلقة أخرى نتابع بها هذه الحلقة سندخل في التفاصيل نظرية التطور والارتقاء لداروين نظرية انفجار الكون وتكوينه كل ما له علاقة بهذا الأمر وما يختص بهل العلم يثبت كذب الدين غدا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر